اشتركوا في القناة طبعا بشكركم كل الشكر والاحترام والتقدير للاشخاص اللي بتفاعلوا على القناة اللي لمست تغيير كبير انا بالفترة الاسبوعين الماضيات انه ارتفعت المشاهدات والتفاعل واللايكات كله طبعا بفضل الله عز وجل ومن ثم بفضلكم ومن لم يشكر الناس بكون نوتي 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 مش منيح يعني مش مؤدب فشكرا للكو جزيلا على كل مجهود انتو بذلتو بالفترة الماضية طبعا اشي اسعدني وقد ما بدي احكيلكو انه اسعدني يعني خلاني اصير سعيد غير اني انا سعيد فانا صرت سعيد يعني فشكرا للكو كثير خلينا نروح لتوقعاتنا بلاش الرغني كثير عشان ما ندديش حالنا اليوم الجو بارد كثير فمش متحمل الامور الددي طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت عشرين اثنين عشرين شباط القمر طبعا موجود اليوم في الجوزاء طبعا اليوم بدنا نعيد نفس منازل الامس لانه اليوم يعني المنازل شوي بدها تركيز معي طبعا احنا الان في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع الناس مثل استخراج السموم والاعمال الاسحار الاورام الاشياء هاي وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد رح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى بعد ساعات منتصف الليل اللي هي ليلة عشرين على عشرين اثنين اللي هي يوم السبت فطيلة النهار القمر رح يكون في منزلة الهنعة من الساعة اتناش واربعة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل يعني في توقيت الاردن الساعة فنتين واربعة واربعين دقيقة صباحا وهي منزلة جيدة وتصلح للمحبة والخير والقبول واليوم القمر رح يكون سعيد جدا يعني بصلى ساعته تقريبا لمية في المية يعني اليوم من ايام الحضوض الجيدة اللي من المفروض انتوا تستغلوها القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الجوزاء ولما القمر يكون في الجوزاء تأثيره بيكون على جميع الابراج في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عندنا ثلاث زوايا فلكية والثلاث زوايا هي زوايا تثليث ايجابية اول زاوية هي رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة سبعة واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد اللي بلش يجهز حاله للحركة الامامية يعني بدي يرجع لحركة الامامية هذا اخر يوم له في عملية التراجع ورح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة ثنتين وتسعتاشر دقيقة عصرا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وستة واربعين دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود بالجوزاء فاخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد اللي هو يوم الغد واحد وعشرين اثنين رح يبدأ طبعا الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء ورح يستمر لبعد منتصف الليل اللي هو يعني مندخل في يوم الاثنين اثنين وعشرين اثنين لتمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر هو نمو الاحدى بتسع ايام في تمام الساعة تسعة وتسع دقائق صباحا بيصبح عشر ايام نسبة الاضاءة بتصير ستين في المية طبعا فيه اشخاص بعثوا على اساس انهم بيسألوا بقول انت التوقيت تبعك بيختلف عن التوقيت على الاجندة او الرزنامة او الاشياء اللي بحكونا اياها عن ولاة القمر احنا منحسب فلكيا حساب قمري ميلاده فلكيا وليس برؤية العين هم بيشتغلوا على رؤية العين عشان هيك هم دائما يعني بنولد الهلال احنا منحدد ساعة ولاته بالثانية هم لما يشوفوه فعشان هيك بيكون رايح يوم او يوم ونص من رؤية الهلال فبروح عليهم يوم بالحساب الفلكي عشان هيك احنا دق بحسابنا من حسابهم ولكن بظل هم مناخذين اللي هي عنصر التشريع في رؤيته فهم حرين يعني اما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة مزاجه سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجوزاء حتى يوم اثنين وعشرين اثنين طبعا سعيدة بنسبة مية في المية عطارد في الدلو بيتراجع لاخر يوم لانه بكرة واحد وعشرين رح يتنتهي عملية التراجع ولكن تأثيرات السلبية تبعت التراجع بتستمر ثلاث ايام ما بعده يعني بظل لسه في تأثيرات سلبية حتى لو رجع لحركة الامامية فهو اليوم منتحس بنسبة اربعين في المية اما بالنسبة لزهرة في الدلو حتى يوم خمس وعشرين اثنين سعيدة بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نيبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أما بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة فهو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم من أجمل الأيام من المفروض أنها تكون لها مواليد برج الحمل لو لا أنه شوي وجود الشمس بأثر على مواليد العشرية الأولى وبضغطهم نفسيا لكان هو من الأيام المميزة هو فعليا راح يكون يوم مميز حاولوا أنك تستغلوا بكل ثقة وجراءة الفترة هاي إيجابية بالنسبة لألكم واليوم أنتوا عندكم نشاط عالي وثقة بالنفس عالي جدا وقدرة على إنجاز كثير من الأمور اللي راح تكون لصالحكم أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا على المستوى المالي اليوم بفتح بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية لألكم ممكن يتحققوا بعض المكاسب أو تحلوا بعض المسائل المالية أو ممكن من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا على كل الأنواع ولكن برضو الزوايا السلبية بتتشكل وجود المريخ أورانوس بجيب مصريف بشكل مفاجئ وبلزمكوا ببعض الدفعات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم القمر موجود فيه وسعيد جدا فبتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات فاوضوا بثقة وجراءة حاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم لكن بتكون تجنبوا الكلام اللاذع يعني مش إنك تندفع وتروح إلى أنت مقرب الدنيا ممكن اليوم من كثرة النشاط اللي عندك وكثرة الأعمال إنك ما ترتاح حاول إنك تباكر لعملك وتعرض يعني وما تعرض حالك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والديناماكية اليوم ممكن تسمع جواب جيد لإلك أهم شيء إنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء على مستوى البيت ممكن يكون في بعض الإرباك أو القلق من مسألة معينة أو تهتم ببعض الشؤون العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيد جدا ودعم لإلك بقوة والفترة مناسبة حتى لتعزيز الروابط ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بشوي من كثرة الأعمال ممكن تشعر بنوع من أنواع الاضطراب الصحي أو بعض التعب أو ممكن هيك شوي صحيا تكون مش مرتاح حاول إنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وبرضو راقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي فاليوم تحمل نوع من أنواع التقارب الجيد وممكن تحملك مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق أو توطيد العلاقة ما بينك وبين شركائك إما بالعاطفة أو بالعمل لهم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور المالية المشتركة الأجواء جيدة لأعمال مشتركة وأموال مشتركة كبنوك ضريبة تأمين مستردات ترتيب أوضاع مالية الأمور جيدة ولكن ممكن تحملك مصاريف استشفائية أو اهتمام بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز بشكل قوي على السفر وأمور إلها علاقة بالتنقلات أو أشخاص مقيمين خارج البلد أو أشخاص بدهم يجوا من السفر أو أنت بدك تسافر على كل الحالات الأجواء ممتازة ممكن أنك اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالمناقشات برضو الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة بتحمل إيجابية قوية لإلك حاول أنك أنت تستغلها بشكل جيد وحاول أنك أنت توطد علاقتك ما بينك وبين المسؤولين أو ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي بيعملوا معك فعشان هيك الأجواء بتدعمك بشكل قوي وممكن اليوم تسمع نوع من أنواع الإطراء أو الثناء أو على مجهودك أو قدرتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة في العلاقات الاجتماعية فموليد العشرية الأولى وجزء من العشرية الثانية رح ينشطوا بشكل كبير في أمور إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية والزيارات والاتصالات والتحالفات حتى مع الأصدقاء الأجواء قوية ودافع دعم لإلكم بشكل قوي موليد العشرية الثالثة عندهم الزهرة ممكن تعطيهم حضوذ كعلاقة تبدأ من خلال علاقة اجتماعية أو تتعرفوا من خلال أصدقائكم على ناس جدد أو على علاقة جديدة أما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء جيدة ودعمتك على المستوى الصحي والنفسي وبرضو ممكن تهتموا بصحتكم أو بداية علاج أو أدوية أو حتى صرف علاجات يعني الأجواء جيدة حتى للزيارات لبعض الأشخاص مثلا أو عيادة مرضى الأجواء برضو مناسبة لهذه الأمور برج الثور طبعا اليوم الأجواء أحسن من الأيام الماضية اليوم أنتم مشحنين بطاقة عالية جدا وعندكم قدرة على الاندفاع والتحرك وبرضو عندكم قدرة على تحقيق غاياتكم وعندكم إرادة قوية جدا أهم شي أنكم تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية وما في داعي أنكم تستسلموا لتقلبات المزاج أو أي شي يأثر على مزاجكم أو تسمحوا لأي شي أنه يأثر على مزاجكم بشكل سلبي بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء جيدة اليوم بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتموا أو تهتم لوضعك المالي وتخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبرتك أهم شي أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد بالنسبة للبيت الثالث الأجواء طبعا يعني مش قوية على التحركات والاتصالات عندك رغبة للتحرك على أكثر من الموضوع ولكن ببطء شديد فعشان هيك ممكن تغير رأيك في أي وقت ممكن تكتفي بالاتصالات فقط لا غير احذر من تقلب مزاجك أو توجيه كلام لاذع ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء هنا بتركز على أمور البيت الأجواء عندك يعني نشطة جدا ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية بشكل كبير وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بتصليحات وترميمات أو اهتمام بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا بتنقصها بعض الحرارة ممكن تهتم بجزء من العاطفي وجزء آخر تهمشه أو تلغيه ممكن شوي هيك تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو مسألة بتحول أنك تحلها أو تعالجها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية الأجواء والعمل والصحة الأجواء جيدة جدا وابتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة لبيت الشراكة فالأمور تقريبا فيها شد ورخي يعني ممكن هيك حوارات نقاشات أو ترتب لوضع معين إلها علاقة بالأمور اللي بتتطلب منك الإجتهاد الكبير على مستوى أمور علاقتك الزوجية أو التفاهم مع الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على الأمور المالية المشتركة الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة فعشان هيك يحاول أنك تحل بعض الأمور وترتبها بشكل جيد وخصوصا على مستوى مسائل إلها علاقة بالقروض والديون أو أموال ممكن تجيك على شكل دعم بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة فممكن تكثر عندك الاتصالات الخارجية وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو السفر أما بالنسبة لها بيتك العاشر هنا الأجواء تقريبا متقلبة ولكن ما في أي خوف منها ممكن تعزز علاقاتك مع مسؤولين أو أشخاص اللي هم مكانة اجتماعية أو رتبة أو مركز مثلا مرموق ويدعمك بمسألة معينة وممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء أو تنشط بالعلاقات اللي ممكن تعزز من مستواك أما بالنسبة لها بيت الأصدقاء اليوم تنشط ما بينك وبين الأصدقاء بعلاقاتك ممكن يتوجه لك دعوة لها حفلة لمناسبة لها شيء له علاقة بتوطيض العلاقة مع الأصدقاء فهو جيد جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شوي رائعة هي ما في أي خوف منها ولكن برضو بدك تنتبه لراحتك وغذاءك وبرضو الأمور الصحية ممكن تحمل بعض القلق على صحة أحد الأحبة برج الجوزة طبعا بما أن القمر اليوم موجود وهو مشكل زوايا كلها إيجابية فإنت اليوم عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر اليوم عندك المشاريع وبتختلط الواجبات أهم أنك إشي تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت ضغطة على المستوى المالي وبتشكل نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك بدك ترتب أمورك المالية بشكل جيد وحاول أنك تقلل من مصاريفك الفترة هاي بتحمل مصاريف ممكن تيجي استشفائية أو مصاريف طارئة أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم أنت نشيد جدا فممكن تنجز كثير من الأعمال وتنشط بالحوار والنقاش والإقناع والتنقلات وممكن سفر قصير يعني اليوم عندك حركة دقوبة لأكثر من مكان ممكن اليوم تعززها بثقة وقوة حاول تستغلها وبرضو ممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الإرهاق ممكن تقلق بشأن وضع إلو علاقات يعني في العائلة أو في البيت يا أخطاء أعطال نقاش حوار ولكن ممكن يكون حد شوي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا اليوم عندك رغبة للتقرب من الأحبة بشكل كبير وحتى تواصل بشكل إيجابي ما بينك وبين الأبناء وممكن حتى أنك توطد علاقتك أو تتراجع عن قرار سابق متعلق فيك وبأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وداعمة لإلك بقوة فممكن اليوم تهتم ببعض الأعمال وممكن أنك تهتم ببعض الشؤون الصحية أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي من بعض الشد العصبي أو شد عضلات يعني زي التوتر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي برضو بتدعمك بقوة بتعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك بشكل إيجابي وممكن اليوم تنشط بمجال تفاهم ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أو ما بينك وبين شريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك بقوة برضو على مستوى الأموال المشتركة اليوم ممكن تحقق بعض الإنجازات لها علاقة بأمور المال زي قروض أو تسويات أو حتى في الأمور الغيبية ممكن تهتم فيها يعني الأجواء إيجابية ولكن ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور السفر والاتصالات والحوارات والتنقلات الأجواء دعملة إلك بقوة حتى على مستوى الامتحانات والدراسة اللي عنده موضوع له علاقة بالسفر ورح ينشط فيه اليوم يحاول بس أنه ينتبه لأوراقه أو أغراضه بشكل كبير لأنه برضو لا تنسوا أنه في زاوية مع أورانوس بتعمل مفاجآت فبتكونوا محتاطين وحذرين منها أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة جيد وبيدعمك بقوة برضو ممكن تعززوا علاقاتكم على مستوى العمل ومع رؤساءكم أو زملائكم بالعمل وممكن يبادروا بمساعدتكم في أمر ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن تنشط اجتماعيا ويتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء زي ما حكينا فيها إيجابية يعني ممكن اليوم أنك تتجاوز كثير من الضغوط ولكن بدك تحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي ما تهمله نهائيا لأنه ممكن تظهر بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالصحة بشكل مفاجئ أو العمل بشكل مفاجئ برج السرطان طبعا بالنسبة للوضع النفسي اليوم الأجواء ضاغطة عليك فبتحس أنه اليوم ما عندك طاقة ما عندك حيوية متقلب حتى الوسواس بسيطر عليك بشكل كبير وبتشعر ببعض التعب فعشان هيك بدك تراقب أمورك الصحية بشكل جيد حاول أنك يتمشي أمورك بشكل روتيني بدون ما ترهق حالك كثير أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على مستوى الأمور المالية ممكن تفتح لك بعض الفرص المالية زي مكاسب أو أرباح أو تعزز بعض نقاط قوية إلها علاقة بالأمور المالية بشكل جيد حاول أنك ترتبها وتبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتدعمك شيئا ما ولكن برضو بتلاقي أنه التوتر والعصبية والطاقة عندك ضعيفة وخصوصا على أمور العلاقة بالتناقلات والاتصالات والنقاشات فحاول أنك تكون واضح بكلامك عشان ما تنفهم بطريق الخطأ أو ما يزعلوا أشخاص عند مناقشتك لإلهم من حدية طباعك ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع النقاش الحاد ما بينك وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت جيدة جدا وهي بتعزز من علاقاتك بشكل كبير حتى أجواء البيت فيها نوع من أنواع الطمأنينة والراحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وتهتم ببعض التصليحات أو الترميمات المنزلية أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي مشحونة شوي فممكن تستاء من تصرف الحبيب أو يصير فيه سوء تفاهم أو تنضغط بسبب ضغط معين مثلا أو حدث معين بكون إما من الحبيب أو من أحد الأبناء أو بسبب قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة أحد الأصدقاء أو الزملاء وبرضو رح يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام على الشؤون الصحية بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا روتينية رح تكون ما بينك وبين الشريك ولكن احذر من تصرعك أو كلامك الجارح اللي ممكن شوي يوتر أو يعمل نوع من أنواع التوتر في العلاقة مش بالشكل الكبير يعني لو تركت الموضوع ساعة ورجعت له بتلاقي الأمور هدت أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتحمل مفاجآت على المستوى الأموال المشتركة حاولوا ترتبوها بشكل جيد بتجد أن الأمور بتمشي لصالحك فحاول أنك ترتبها إن كانت ديون أو قروض أو أموال مشتركة عشان ما تتعرض للمسائلة والمحاسبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الأجواء بتحمل لك أشياء إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اتصالات خارجية أو حتى في أمور إلها علاقة بالامتحانات والمناقشات الأجواء إيجابية وبتدعمك برضو بتدعم من مكانتك أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء هنا بتحمل بعض يعني الإيجابيات على مستوى بيت السمعة اليوم ممكن تتعرف على بعض الأشخاص أو تطلب مساعدة من شخص دو منصب زي واسطة مثلا أو حتى تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة برؤساءك أو زملائك بالعمل وممكن توطد سمعتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأمور النشطة على مستوى الأمور الأصدقاء ولكن ممكن تصير مفاجأة أو تنزعج بسبب خبر معين إلو علاقة بصديق أو إلو علاقة بزميل أو معرفة بفا يذيك الموضوع أو يخليك حاد الطبع أما بالنسبة لبيت المتاعب فبما أن القمر موجود في بيت المتاعب فبتكونوا ديروا بال كل يوم بناء للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق أعذار وحاول أنك ما تهرب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد طبعا اليوم الأجواء دعملها إلك بشكل كبير وأنت اليوم بنشاط عالي جدا بنصحك نصيحة أنك تحاول تنجز كل الأشياء الضرورية والمهمة قبل أنه ينتقل القمر وصير في بيت متاعبك عشان هيك ما تضيع الفرص اللي منيحة خصوصا اليوم الأجواء جيدة ودعملها إلك بحاول تستغلها بشكل إيجابي لإنجاز كل شيء مهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى المال ضاغطة بسبب مصاريف أو أعباء مالية الأمور بدها ترتيب مالي وتنتبه من المصاريف لزيادة وما في داعي أنك تقحم حالك بأشياء أنت ما عندك قدرة لإلها إلها علاقة بالمال وما تكفى الحد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا إيجابية ودعملها إلك بقوة اليوم عندك نشاط عالي جدا وقدرة على الإقناع والحوار والنقاش والاتصالات اليوم رح تنشط بكل هاي الأمور ومنكر حتى بتنقلاتك ممكن اليوم ما تهدأ من كثرة الأحداث اللي رح تصير معك الإيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الإرباك أو القلق أو بترتب وضع معين إله في البيت أو ممكن مشتريات أو قلق على أحد أفراد العائلة بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية ممتازة جدا اليوم تفتح لك يعني كثير من الأشياء العاطفية وبتعزز علاقتك العاطفية بشكل قوي ما بينك وبين الأحبة أو الحبيب أو أحد الأبناء ممكن اليوم تتحاور في مسائل يعني بشكل قوي جدا إلها علاقة بالنشاط الفكري أو الأمور اللي إلها علاقة بالفكر والشعر والأدب والفن والأشياء هاي بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجزها بالكامل حاول ترتبها بشكل إيجابي ما ترهق حالك كثير وبرضو راقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتعزز علاقتك مع الشريك بشكل كبير وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالزوج أو الزوجة أو محوارات أو نقاشات أو تحاول أنك تتراجع عن قرار أو مصالحة معينة حاول تكون دبلوماسي بدون ما تفقد السيطرة على عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فبتركز على الأموال المشتركة ممكن تبحث عن مساعدة أو ديون أو ترتيب وضعك المالي ممكن عندك التزامات أو دفعات أهم إشي أنك ما تحتد إذا بالطالب في الديون أو بالطالب في مستحقات لا إلك بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة اليوم رح تنشط باتصالات بعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسفر أو مراسلات أو حتى تعامل مع أجانب اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم رح يدن بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على بيت السمعة أو بتوطد علاقتك مع علاقات أو مع أشخاص أو مع شخصيات أو حتى مع رؤسائك بالعمل أو حتى يعني مع زملائك بالعمل كل شيء أنت بتسعاله له علاقة بسمعتك ومكانتك الاجتماعية إن شاء الله أنه اليوم بكون جيد وبيحمل مفاجآت أو ردود أو أخبار يعني كنت بتنتظرها إليك فترة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيه فبتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء هاي الفترة مناسبة لا طلب استشارة أو تأييد أحدهم أهمش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات لبتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبتشارك بفعالية معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فلا تنسى تهتم بصحتك ولا تنسى تهتم بغذائك وراحتك ما ترهق حالك كثير الأجواء بحاجة لهدوء أعصاب ما في داعي لأي توترات برج العذراء طبعا الأجواء متقلب اليوم يا إما إيجابية بالكامل يا إما سلبية بالكامل أو أحداث مختلطة يعني في عندك اليوم عدة تقلبات وكثير من الأمور اللي راح تحيرك راح تركز على إنجاز بعض الأعمال بشكل كبير فعشان هيك أنت الفترة هاي بتطلب منك طاقة كبيرة وتشحن حالك بطاقة كبيرة لأنه ما في داعي لفقدان السيطرة أو التركيز أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتركز على الأمور المالية الأجواء جيدة جدا فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني الأجواء بدها نوع من أنواع التركيز فأهم إشي ترتب وضعك المالي بشكل جيد وتحاول إنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتعطيك نوع من أنواع عدم التركيز أثناء الحوارات والنقاشات ما تعتمد على الحظوظ كثيرة حاول تراجع حالك أكثر من مرة قبل الكلام ما تنتقد وما تكون لاذع بالكلام فسر بوضوح كلامك وما تتسرع بالجواب إذا كان عندك تنقلات انتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة وممكن تهتم بأمور إلها علاقة إما بالسيارة أو إلها علاقة بالاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة على مستوى البيت ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو العقارات أو مسائل اللي إلها علاقة بالعائلة الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن اليوم تحقق إنجازات جيدة على مستوى العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في نوع من أنواع الالتباس الأجواء جيدة إجمالا ولكن بتظهر بعض الأشياء اللي ممكن تخليك تتوتر أو بتخليك تعصب فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاول إنك تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة وحاول إنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن اليوم إما أنه يتوكل لك عمل جديد أو تهتم بعمل جديد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيتك الشراكة فاليوم بتفتح لك مجالات جيدة للشراكة أو لإنجاز بعض الأمور الضرورية والمهمة وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالزوج أو الزوجة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تحقق بعض المكاسب من أحد الأشخاص أو تسترد أموال لإلك أو تهتم بتحصيل أموال لإلك كان بالسابق صعب أنك أنت تحصلها أو تهتم بأموال الشريك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء طبعا هنا فيها نوع من أنواع الإيجابية إلا إنها بتحمل مفاجآت ممكن اتصال غريب أو خبر من خارج البلاد يعني يستفزك أو يخليك تتوتر أو تقلق على صحة أحد الأحبة أهم شيء إذا كان فيه امتحان أو مقابلة عندك بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فبتكون تحافظوا على سمعتكم بما أن القمر موجود في هذا البيت وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم الفترة هاي بتحمل مفاجآت أهم شيء إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات الاجتماعية تقريبا فيه توتر في علاقاتك الاجتماعية أو مع علاقاتك أو معارفك فعشان هيك يحاول إنك تضبط أعصابك وما في داعي للتسرع أو توجيه اللوم لأصدقائك أو تحاسبهم على تقاعصهم في الفترة الماضية بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي حاول إنك تشحن حالك برضو بطاقة إيجابية وحاول إنك أنت ما تهمل غذائك وبرضو حاول إنك تهتم بأعمالك وترتيب أوراقك برج الميزان طبعا اليوم من الأيام النشطة والقوية لا إلك بشكل كبير وخصوصا إنه القمر صار موجود في بيتك التاسع فهذا بيعزز منطاقتك بشكل كبير وبمنحك ثقة بالنفس وحيوية عالية جدا اليوم بتنشط بالحوار والنقاش والتحرك بكل معنى الكلمة أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور على المستوى المالي ضاغطة بتحمل بعض المصاريف أو الإرباكات المالية فحاول قدر الإمكان أنك تنظم وضعك المالي ممكن تهتم ببعض الفوترة أو بعض الأمور الحسابية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة ونشطة جدا على مستوى تحركاتك ونقاشاتك وحتى على مستوى الامتحانات والدراسة وسرعة الاستحاب عندك والفراسة عالية جدا فأنت حاد الذكاء اليوم لدرجة أنه ممكن تفهم أي شيء بهيك بس بالفطنة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن شوية تكون مربكة أو تقلق بشأن أحد أفراد العائلة ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال المنزلية أو العائلية أو تهتم بشؤون أحد أفراد العائلة بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة وبتعزز علاقتكم ما بينكم وبين الأحبة وهي فترة للمصالحة جيدة ولا الخروج وتغيير الجو أو الترفيه أو توطيد العلاقة ما بينكم وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الضغط على العمل إلا أنها بتحمل فرص جيدة إما للتوظيف أو تقديم الطلبات أو المقابلات والمناقشات الأجواء جيدة حاول أنك برضو أنت تستثمرها بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي فمن تشوف الأجواء إيجابية وبتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب بشكل جيد ما بينكم ممكن تحل بعض الأمور بشكل ودي أو يصير في تفاهم ما بينكم على مسألة معينة بالنسبة للبيت الثامن طبعا رح تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالمنح أو الهبات أو القروض أو الديون أو ترتيب بعض الأمور اللي بتتعلق في هاي المسائل والوثائق أو المعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد رغم من الأجواء إيجابية وجيدة على هذا المستوى هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو لجمعية أو بعض الأشخاص ممكن يهتموا ببعض مسائل السفر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا ضاغطة فعشان هيك منقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة حاول أنك تضبط عصابك وما تدخل بأي عدائية أو تتقاعص بعملك أو مع رؤسائك أو زملائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء طبعا هنا اجتماعيا عالية جدا فممكن تنشط اجتماعيا أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد أنت بلقاء الأصدقاء أو استضافة الأصدقاء عندك بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء ممكن تحمل بعض الضغط فعشان هيك ما تهم الأعمالك ولا أشغالك ولا صحتك راقب تغذيتك وحاول تأخذ قصة من الراحة من وقت لآخر برج العقرب طبعا القمر تحرك من المقابل تماما من برج الثور صار بالجوزاء يعني بيتكم الثامن فعشان هيك الأجواء أخف ضغط بتلاقي طاقتكم متعدلت اليوم بشكل إيجابي ومشحونين بطاقة إلا أن الأجواء راح تتركز كلها على الأمور المالية أكثر فحاولوا قدر الإمكان أنه ما تسمحوا للروتين بأنه يأثر عليكم وبرضو في نفس اللحظة ما تندفعوا بالغضب بسبب تقلبات المزاج بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأمور المالية هي اللي راح تركز بشكل كبير عندكم اليوم فممكن تهتموا ببعض المصاريف أو الاهتمامات أو الدفعات في منكو راح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو ممكن هدايا حاولوا قدر الإمكان أنكو ترتبوا أموركم المالية بشكل إيجابي بدون ما تلجأوا للمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ابتدعمكم على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات صحيح أن الأجواء مش إيجابية كثير يعني حركاتكم بتكون مدروسة على أشياء معينة إلا موليد العشرية الثالثة هم أكثر أشخاص ممكن ينشطوا اليوم بالاتصالات والحوارات بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأمور بتتركز على البيت بشكل كبير في نوع من أنواع الإيجابية فبتحمل لقاء أو تحالف أو زيارات عائلية أو ممكن تقارب بشكل كبير ما بينكم بين أفراد العائلة وممكن تهتم بأحد أفراد العائلة بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى يعني العاطفي تقريبا بتحمل أشياء إيجابية لكم ممكن تهتموا ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالأحبة أو بأحد الأبناء أو تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة مثلا بأحد الأبناء كشكل إيجابي وممكن يعني شيء عاطفي أو نزوي معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتركز على العمل بشكل كبير فممكن تهتموا بإنجاز بعض الأعمال أو تقديم طلبات لعمل مثلا أو تهتموا بأمور صحية لكم لأولى أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني هي هادية فيها نوع من أنواع الإيجابية إلا أنه بتحدث بعض المفاجآت وخصوصا لموليد العشرية الأولى يحذروا من ردات الفعل السلبية أو التهور في الحكم أو بالقرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بخدوء وديبلوماسية وكون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطاك بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى السفر أو العلاقات مع الأجانب أو حتى على الحوار والنقاش فهذا بوتركم بشكل كبير حاول تضبط أعصابك بس يوم الحديث من القمر ينتقل عندك بتلاقي الأجواء صارت إيجابية أكثر ولكن الآن إذا عندك امتحان أو مقابلة أو تنقلات بالسيارة حاول أنك تكون حذر ومركز مضبوط خوفا من الحوادث أو الأعطال أو أنه الامتحانات تكون صعبة فما تعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة جدا وبتدعمك وبتعزز من علاقتك مع رؤساك أو زملائك بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتعزز من علاقتكم بشكل كبير على المستوى الإجتماعي فممكن اليوم يحمل لك لقاء وممكن تعارف أو ممكن تترافق أنت وصديق ولكن احذر من سوء التفاهم أو تدخل بشؤون الصديق فممكن تسمع كلام يعني ينتقدك فيك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فعشان هيك ما في أي خطر أو خوف من بيت المتاعب بالعكس أنت محمي على المستوى الصحي وحتى على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتغذية والعمل برج القوس طبعا بما أنه القمر موجود مقابلكم تماما فهو أنا بتلاقي أنه في أشياء إيجابية بتدعمك بشكل قوي ولكن بالمقابل في أشياء بتخوفك أو محيريتك خلال هذا اليوم يعني أشياء سلبية ممكن طاقتك ضعيفة ممكن وضعك الصحي شوي تشعر بنوع من أنواع الارتباك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول أنك ما تستسلم للضغوط بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية احذروا من المصاريف لزيادة أو الدفعات أو الالتزامات المالية بالفترة هاي ما تتهور وإذا بدك تعمل أي مشروع بدك تدرسه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع رح تنشط بالاتصالات بشكل كبير واللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يقدم بشكل جيد بالنسبة للبيت الرابع طبعا على مستوى العائلة الأجواء ضاغطة شوي ممكن شوي يكون فيها عمر عائلي مربك أو تهتم ببعض الأمور البيتية أو العائلية بشكل كبير تطلب منك أنك أنت تكون دقيق وواعي وما تهمل الشؤون العائلية بالنسبة للبيت الخامس طبعا على المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا فممكن تعززوا علاقاتكم ما بينكم وبين الأحبة بشكل قوي وممكن تهتم بأمور إلها علاقة بأحد الأبناء أو مسائل إلها علاقة بأمور فنية أو حتى بالحوارات بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا ضاغطة شوي على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تظهر أعمال بشكل مفاجئ أهم إش أنك ما تتهور بإنجاز أعمالك أو تجازف لأنه شوي الضغوط حادة عليك فحاول قدر الإمكان إنك تضبط أعصابك وتنجز المهم وتراقب صحتك أما بالنسبة للبيت السابع بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء زي ما حكينا المالية خصوصا حتى الأموال المشتركة فممكن اليوم تتعرض لمسائلة أو لمحاسبة في مسألة ما أو حتى أنه خصوصا على المستوى المالي وحاول تدير بالك من بعض المحتالين أو النصابين أو يعني من أشخاص ممكن يكيدوا لك على المستوى المالي بالنسبة للبيت التاسع الأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات مع أجانب الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن أنك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات وتكون إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بتركز على مسائل اللي إلها علاقة بالسمعة فمنقول لك دير بالك تشوه سمعتك ما تندفع ما تتهور حاول أن قدر الإمكان يعني تضبط أعصابك على اساس أنه ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى الأصدقاء وتحالفات الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو تعاون صديق معك يبادر بمساعدتك في مسألة ما الأجواء برضو إيجابية جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا ضاغط شوي فمنقول لك دير بالك راقب وضعك الصحي بشكل جيد أو صحة أحد الأحبة وممكن تكون راقب غذائك حاول تنجز أعمالك بدون ما تهمل أي شيء عشان يعني ما تتحاسب أنت أو أنت تكون كبش الفداء برج الجديد طبعا بما أنه القمر انتقل وصار موجود في البيت السادس عندكم فاليوم شوي رح يكون في ضغط عليكم حاولوا تنتبهوا خصوصا أن الأجواء بتكون متقلبة لما بصير في البيت السادس انتبهوا لصحتكم بشكل كبير وحاولوا ما ترهقوا حالكم بأعمالكم صحيح أنه ممكن تتراكم عندكم بعض الأعمال أو المتطلبات اللي اليوم تكون عندكم بدها شوي تحذر ورتبوها بدون يعني لو بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي إيجابية فممكن تحققوا بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو حتى هدايا الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن تحمل بعض المصاريف ولكن مش بالشكل مثلا المخيف ولكن بتحمل فرص مالية جيدة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على التحركات والاتصالات والنقاشات الاتصالات بأنواعها الأجواء شوي ممكن تكون فيها نوع من الحدية أو العصبية حاول تضبط عصابكم ما في داعي لا توجيه كلام لاذع خلوا كلامكم مفهوم على سسمة فهم غلط انتبهوا أثناء قيادة السيارة إذا كان عندكم امتحانات أو عندكم مقابلات ركزوا بدون ما يعني تتسرعوا بالإجابة بما تعتمدوا كثير على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت والعائلة تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية تقريبا تستقر الأجواء البيتية والعائلية بشكل جيد وتعمل تقارب ما بينكم وبين أفراد العائلة ممكن يكون بعض الانشغالات اللي إلها علاقة بالعائلة أو لقاءات أو حوارات عائلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي ضاغطة شوي فعشان هيك مش كثير تحمل مفاجآت ممكن خبر أو معلومة عن أحد الأحباء هي اللي شوي بتوترك ولكن إجمالا الأجواء فيها أشياء إيجابية ممكن تسعدوا بلقاء الأصدقاء ممكن تزعل من تصرف معين بيقوم في أحد الأحبة ولكن مش بالشكل المرعب أما بالنسبة للبيت السادس فواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كن أكثر تنظيما وأحسن إدارة وقتك تجنب لإثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهداء وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تركز على بيت الشراكي ممكن يكون في بعض التقلبات بالمزاج أو نقاش أو حوار أو زعل أو عتب على الشريك شريك العاطفي أو شريك المال ضبط الأعصاب مطلوب لا تتخذ أي قرارات اليوم بشكل مرتجل بدون ما تفكر بشكل جدي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا تركز على الأموال المشتركة في فرصة لمكاسب من الأموال المشتركة زي قروض ديون تحصيل ديون ترتيب حسابات كلها هاي أشياء إيجابية رح تفكر فيها وممكن يترتب لوضع قادم أو لمشروع أو لفكرة معينة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب ما بينك وبين أشخاص إما أجانب أو من خارج البلاد ممكن بس إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو سفر بدك تستعد بشكل جيد ممكن يجيك خبر يزعجك من خارج البلاد ولكن إجمالا كل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية إلا إذا في إنه امتحان استعده بشكل جيد وما تعتمده على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيد جدا ودعم لإلك بقوة حتى على مستوى علاقتك مع رؤسائك بالعمل وزملائك جيد ممكن تنجز أمور بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتنشطوا بالعلاقات الاجتماعية أو لقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم صحيح أنه ممكن تتوتر من فضول أحد الأصدقاء أنه يتدخل في حياتك فهذا الإشي ممكن يوترك ولكن إجمالا الأجواء سعيدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء يعني تقريبا حاميتك على مستوى الصحة وبرضو على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل ولكن ممكن تقلقوا على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم الأجواء رائعة جدا وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة اليوم عندك كثير من المشاريع اللي حابب أنت تعملها أو الواجبات اللي أنتم حابين تعملوها أو تقوموا فيها حيويتكم عالية ونشاطكم قوي جدا بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا بتحمل بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم وفي منكم ممكن يحصل على هدية معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات والتنقلات بأنواعها عندك نشاط عالي جدا ولكن انتبهوا أثناء قيادة السيارة في منكم رح يهتم بموضوع العلاقة إما بالسيارة أو بالهواتف وفي منكم رح يهتم بأحد الإخوة اللي عنده امتحان أو مقابلة إلا أجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالبيت والعقارات هاي أكثر شيء رح يأرقك خلال هذا اليوم أهم إيش أنك ما تهبل واجباتك العائلية حاول أنك تركز عليها بشكل كبير أو حاول أنك تأديها بدون انزعاج أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك الفترة هاي اللقاء طارق مع أحد الإخوة أهم إيش أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم الفترة هاي ناجحة ومطمئنة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجزها بالكامل حاول أنك بس أنك تترتب أمورك وانجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتركز على بيت الشراكة اليوم ممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك أو يصير تواصل ما بينك وبينه وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالزوج أو شريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة شوي فيها صعوبة ممكن تتحاسب أو تنسأل عن بعض المبالغ أو تنزعج بسبب تراكم بعض الديون أهم شيء أنك ما تسمح لحد أنه يستغلك ماليا بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أجانب الحوارات والنقاشات والدراسة كلها أجواء إيجابية حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات إيجابية لصالحك بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعززوا من سمعتكم ولكن بدون ما تعملوا أي شيء يشوه سمعتكم يعني لا تخلفوا قوانين لا تغامروا ولا تجازفوا بالفترة هاي داوم حاول أنك تكون مخلص لعملك داوم بوقته وما تتغيب عن عملك وما تدخل بمشاحنات ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى الأصدقاء اليوم حافل جدا باللقاءات ما بينك وبين الأصدقاء والمعارف أو اتصالات وممكن يتوجه لك لقاء أو دعوة أو اجتماع مثلا أو تواصل ما بينك وبين أحد الزملاء أو الأصدقاء اللي ممكن يدعمك في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا تقريبا فيها بعض الضغط مش كثير فعشان هيك بس راقبوا الأمور الصحية ممكن القلق يكون على صحتكم أو على صحة أحد الأحبة الأهم من هيك إنك تراقب أمورك الصحية بشكل جيد برج الحوت طبعا بما أن القمر موجود بالجوزاء في بيتك الرابع معناته تربيع مع برجك شوي الأجواء بتكون ضاغطة وخصوصا مع ساعات المساء ممكن تحس ببعض التوتر على مستوى البيت أو شيء عائلي هيك يظهر على الساحة الأجواء على المستوى النفسي تقريبا هي إيجابية يعني مش ضاغطة كثير ولكن تدير بالك أنك تهمل شؤونك البيتية أو العائلية بالنسبة للبيت الثاني الأجواء برضو بتحمل فرص مالية اليوم ممكن تعززوا بعض المكاسب أو تجيكم بعض الهدايا أو الهبات أو الأرباح أو من عمل إضافي يعني تنحل بعض المسائل المالية بشكل إيجابي الأجواء ممتازة أما بالنسبة للبيت الثالث بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم واتصالاتكم وحواراتكم حاولوا تكونوا وضحين ديروا بالكم من المفاجآت إذا كان عندك تنقلات بالسيارة أو بالهاتف اتصالات حاولوا أن تهتموا من الأعطال أو من الحوادث خلوا برضو علاقتكم ما بينكم وبين الأخوة متزنة أما بالنسبة للبيت الرابع فزي ما حكينا القمر موجود فيه فتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت أو بالعائلة أهم إش أنك ما تتهرب من مسؤولياتك وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على الأجواء العاطفية فممكن تقلق على أحد الأحبة وأحد الأبناء أو تنزعج من مسألة ما حاول أنك ترتبها بشكل جيد حاول أنك أنت ما تضغط حالك وأترك الوسواس على جند وأهم إشي دير بالك من المشاحنات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة زي مراجعات طبية عدوية علاجات أشياء مثل من هذا القبيل هي اللي بتكون لها هذا الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية الأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر على الشريك أو من الشريك يعني يا إما أنه بكون في ظرف معين بتقلق عليه يا إما أنه بكون في مشاحنة أو سوء تفاهم ما بينك وبينه ضبط الأعصاب مطلوب خوفا من سوء التفاهم أو أنه يتأثر على نفسيتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على الأموال المشتركة فممكن اليوم تنحل بعض المسائل المالية أو يصير انفراج ما عن وضع مالي معين ضبط الأعصاب برضو جيد بالمصاريف وممكن برضو تهتموا ببعض المصاريف العلاجية أو الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التهسع فالأجواء برضو ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأشخاص خارج البلاد أو أجنبي عنك أو ممكن أنه حوار يكون يعني شوي مضطرب أو قلق أو بتتعلق بخبر من بعيد ممكن يكون مزعج أو وإشي العلاقة بالامتحانات أو المناقشات بدك تكون حذر يعني بدك ترتب أمورك بشكل جيد وما تتسرع يعني رتب وقتك رتب دراستك وما تعتمد على الحظوظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فمستوى بيت السمعة تقريبا بيقول لك جيد جدا حتى الفترة هاي ممتازة لتقديم طلبات العمل والتوظيف وفي منكم برضو ممكن ينشط بلقاء أو اجتماع معك شخصية مرموقة أو تستغل بعض الشخصيات كواسطة إلك في مسأل ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء ممكن تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء أو المعارف بسبب تصرفه أو فضوله أو تدخله في شؤونك اضبط عصابك حاول أنك ما تتهور اليوم وحتى لو صار في لقاءات حاول أنك تمشيها بشكل روتيني أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بشكل ممتاز على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي أهم شيء أنك تراقب غذائك تأخذ أدويتك بوقتها اشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما في أي خوف من أي شيء على المستوى الصحي هي بس فترة وقت والأمور بتتحسن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة